بسم الله والابن والروح الكدس الإله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل قوان وإلى ظهر الدور كلها أمين مهما كانت الظروف والأحوال فلابد أن نفرح ونحتفل بميلاد السيد المسيح له المجد الملائكة بشار الرعاة قالوا لهم لا تخافوا ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه اليوم في مدينة داود ولد ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب والشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب ولد لكم هذا القول وعدة البشرية به تفتكر في أشعية النبي يوليو لد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويضع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام يولد لنا ولد ونعطى ابنا أحيانا وإحنا بندرس الموضوع دا أحيانا لولدنا في أداد خدام أسألهم إيه الفرق بين يولد لنا ولد ونعطى ابنا إيه الفرق بينهم يولد لنا يعني مننا من طبيعتنا ولد ونعطى ابنا له أقنوم الكلمة أو أقنوم الإبن بتجسده وباتحاده بطبيعتنا فيصير هو ابن الإنسان وهو ابن الله في آن واحد هو واحد فيولد لنا ولد ونعطى ابنا عشان كده يقول هأبشركم بفرح عظيم نعم فرح عظيم لأن بعدما الإنسان سقط ودخل الموت في الطبيعة البشرية وفسدت الطبيعة الله بمحبته لم يترك الإنسان ولكن وعده بالخلاص والفداء كان الإنسان حينما خلق زهيب ومجد تغضع له الطبيعة تغضع له الوحوش لم يكن هناك موت ولا مرض إن المرض جزء من الموت ولا أوبئة ولا ضعف ولكن زي ما بنصلي في القدس الغرغورين لأنا اقتطفت لي قضية الموت الله بحنانه لم يترك البشرية خلي بالك عقائدنا الجميلة العميقة كلها مدونة في صلوات الكنيسة في القدسات وسائر لترجيات أما بنقول بعد أن سقط الإنسان نقوله لم تتركنا عنك إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القدسين وفي آخر الأيام ظهرت لأننا نحن الجلوس في الظلم وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح فأول حاجة في خلصنا أنه اتحت بطبيعتنا فرد لها قرامتها وهبتها ومجدها وفرحها عشان كده يقولوا هأبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب باتحاد الله بطبيعتنا قدسها وهبها الحياة ونزعل فساد منها وشال حكم الموت عننا لأنه خد طبيعة قابلة للموت اتحت بيها فأصبح هو الإله المتجسد فأصبح من الممكن أن يفدينا أن يطبق حكم الموت عليه لأنه أخذ طبيعتنا القابلة للموت فهو فدنا من الموت وعطقنا من الفساد ورد اعتبار وقرامة الإنسان رد له سلطانه وأصبح لنا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو البابا أصانسيوس الرسولي يشبه الموضوع دوت يقول لو ملك جيه سكن في بيت في قرية أو مدينة من أجل المكسة البيت اللي هو قاعد فيه القرية كلها أو المدينة كلها اللي هو قاعد فيها مفيش لصوص يقدر يقربوا منها وده اللي حصل ربنا اتحت بطبيعتنا طبعا لم يتحت بالبشر كلهم اتحت بالطبيعة البشرية لكن طبيعة لها فرديتها اتحت بيها ولكن لأنها هي نفس نوع طبعتنا فإدها هيبة وأصبحنا بالفعل استردين بأن على صورة الله ومثاله عشان كده القديس بولوس الرسول يقول تمثلوا بي كما أنا بالمسيح أصبح فينا رائحة المسيح الزكية وبقدر الإنسان ما بيتنقى ويتشكل بهذه الصورة بقدر ما بيسترد هبته وقرمته وسطوته ويصبح له سلطان ودي كانت من برقات التجسد الإلهي القديس أصاناسيوس شبه هذا الأمر بملك والمسيح فعلا ملك أما بنقرأ في إنجيل النهاردة الفصل اللي بتقري فصل المجوس جم يقولوا أين هو المولود ملك اليهود فهو ملك لكنه ملك السلام المملكة ليست من هذا العالم ملك السلام عشان كده الملايكة غنوا ورتلوا للرعاة بالنشيد الجميل اللي كلنا بنقول وبنصليه في الأداس المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة بدأ جسد المسيح صار في سلام في البشرية سلام عجيب سلام من نوع خاص هو قال عنه سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم سلام غير سلام العالم سلام مش من برة لأ ده سلام داخلي يتحدى كل الظروف الخارجية سلام داخلي يظل معنا في كل الأحوال وكل الظروف اللي هو قال عنه من سمار الروح الكدس اللي يسمر فينا أن يعطينا محبة وفرح وسلام طبعا المسيح جاء وتجسد وفدانا لكن كل هذه الاستحقاقات اللي هناخدناها بالفداء يدوب بناخد عربونها هنا نتمتع بالعربون هنا لكن بناخد الاستحقاقات كاملة فوق يظل المرض موجود يظل التعب موجود ولكن المؤمنين بالمسيح بيكون في وسط الدقات والتعب مملؤين سلام وفرح الملائكة قالوا للرعاء وبشركم بفرح عظيم وربني يصال المسيح والأراكم فتفرح نفوسكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم فيش حاجة تنزع هذا الفرح في الوقت اللي بيقول لنا في العالم سيكون لكم ضيق ولكن سقوا أنا قد غلبت العالم فبيعطينا فرح وسلام يتحدى كل الظروف الخارجية وده اللي شفناه بصورة واضحة في سيرة السيدة العزراء فرغم أنها نالت هذه القرامة العظيمة ورغم أنها أم الملك اللي المجوز جوله من آخر الدنيا والسماء تهللت وأعلنت ذلك للرعاة إلا أن أم الملك أما جدت ولده ولدته فين في مزود يقول لم يكن لهم مكان في البيت يعني أنت يا رب مش قادر تتوجد بيك مكان ده أفقر الفقراء بتولد في قوضة مش في زريبة سيدة العدرة تولد في زريبة آه حكمته لألا يحتج أحد بعد كده بفقره أو بالضوائق اللي بيعيشها ولكن في وسط هذه محاض بالملائكة أصبح المزود حتى لهو فيه يشع نورا ويحاض بالملائكة فملك السلام المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة جاء المسيح ليعطينا سلاما سلاما داخليا يتحدى كل الظروف الخارجية زي ما بقول ده اللي بيعبر عنه معلم نابلس الرسول يقول كحزانة ونحن دائما فرحون كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء لست أحتسب لشيء ولا نفسي سامينة عندي حتى أتمت بفرح السعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع من سيفصلني عن محبة المسيح أشدة أم ضيقة أم اضطهاد أم جوع أم عورية أم خطر أم سيف إني متيقن أنه لا موت ولا حياة هذا الإيمان نموت إن عشنا ولا موتنا فللرب نحن فيفضل الإنسان في فرح لا يخاف الموت لأن أين هي شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية أم شوكة الموت فهو الخطيئة وهو أعطانا النصر على الخطيئة هي الغلبة التي نغلب بها العالم إيماننا نؤمن بيه ونتنقى ونتطهر بجسده ودمه الكريم دايما نعيش في حياة التوبة المستمرة التنقية المستمرة وبالتالي لا ينزع الفرح مننا أول بأول كده الواحد لو حس أنه هيفقد الصورة بتاع المسيحة اللي خدها يوم المعمودية بسرعة رتب لنا أسرار عميقة طوبة والاعتراف والتناول ننال بهاء الصورة مرة تانية يقول نقول لا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أقوم ويظل الإنسان فرحان ومملوء سلام مهما أحاطت به الكوارث والضيقات والمخاوف يقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حسن حياتي وعدت حياتي ممن أرتعب لأن الساكن فعون العلي يستريح في ظل إله السماء كل الحاجات ده هيت ما كانش ممكن الإنسان يعيشها بصورة تزهل الآخرين ما لم يكن قد جاء المسيح في الجسد والتحد بطبعتنا وأعطانا أن نتغذى بيه ونتنقى بيه ونتطهر بيه وأعطانا الغلب بيه أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني وبالتالي هنخاف من إيه ولا حاجة عشان كده يقول في سفر الرؤية القديس يقول الله خائفونا يرسونا ملكوت السماوات لأن اللي يخاف معناته أن لسه من جواه العالم له فيه الشيطان له فيه لكن الإنسان اللي دايما يرمي للشيطان بضعته يرميها أول بول ما يخافش من حاجة يخاف من إيه يعيش مطمئن يسلك في العالم بأمانة وبحرص وبإخلاص ولكن في سلام وعدم خوف عشان كده مهما كانت الظروف محيطة فإننا نفرح ونحتفل بميلاد المسيح لو لا هذا الميلاد ولولا مجيئه في الجسد كان الموت يبقى رعب وضيقات الحياة يبقى قصية عشان كده المكانة لنا رجاء في المسيح في هذه الحياة فقط فنحن أشقى جميع الناس لكن لا ده إحنا لنا رجاء فيه بحاجات أكبر وأعظم وبالتالي بنصير فرحانين حياتنا في الأرض بتبقى جميلة أو تفتكروا اللي بيبقوا مع ربنا بيبقوا محرومين من الدنيا أبدا أكتر ناس بيستمتعوا بحياتهم على الأرض ولاد ربنا فبياخدوها دنيا وأخر ده الكتاب يقول لقمة يابسة ومعها سلام خيرا من بيت ملآن زبائح مع خصام الواحد كده لو أقل القليل بس باله رايق ومطمئن ومش خايف يا سلام كده الواحد لما في الصيام يقل شوية فول طبعا سندودش طعمية بيبقى لذيذ وطعم وحلو وجميل بس بيكون مقترن بالسلام شوفوا هاتونتو مشتهيات الدنيا كلها وفي قلق وخوف والتراب يبقى الواحد ما يشمس متعب أي حاجة عشان كده هو نفسي يقول طوبة للوضع لأنهم يارسون الأرض يعني الأرض برضو لنا سعادة فيها بس بيه هو عشان كده يقول لنا عشنا للرب نعيشين موتنا ففي كل الأحوال احنا مبسوطين وفرحانين ما نخافش من حاجة احنا طبعا يعز علينا جدا أن أخواتنا وأولادنا ما يكونوش بتتاح لهم الفرصة أن يشتركوا يحتفلوا معنا بحضرهم لكن نسك ونؤمن أن الله قادر أن يعطي النعمة لكل إنسان يشتاك ولكن للظروف الحاضرة بيتمنع نحن بنصلي نقول اذكر رب هذه القربين الذين قدموها والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطته ونقول الذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم بنذكرهم قبل اللي قدموا نقول الذين يريدون أن يقدموا ليس لهم ونقدموا لك في هذا اليوم هذه القربين فكل إنسان في قلبه أشواك ربنا بيديله النعمة وبياخد البركة حتى هو في مكانه وربنا ما يطولش لهذه الأيام لأنه مرحمه أسعى كبيرة يرفع غضبه عن العالم كله وعن بلدنا مصر اللي جاء وعش فيها في طفلته وهو في الجسد هو الست العدرة ففي عشرة وفي عشو ملح مع شعب مصر عشان جاءت لقوا الست العدرة شعب مصر بالنسبة لها لهم تياس خاص لأنه يقول لك الناس الأصلة بيحقوا العشرة يقول لك يحقوا العشو الملح فهي في عشو ملح بينها وبين شعب مصر وربنا جيه يعني في هروبه من الشر جيه لمصر وقعد فيها وكان له حكمة كان من حظنا إحنا أن يبارك بلدنا إحنا النهاردة في هذا القداس الإلهي المبارك نتضرع إليه قائلين يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك وأغفر لنا خطيانك ارفع يا رب عن العالم غضبك ارفع غضبك ارفع عن العالم الموت والغلاء والوباء وأعطينا يا رب أن نفرح جميعا تحنن على مرضى شعبك وزويهم وعز يا رب كل الذين فقدوا أحبأهم ونيح الذين انتقلوا انتحنين ولابد ربنا بيختار الإنسان اللي بيكون مستعد ويغضو لأنه احنين ويريد اللي خلاصنا الله يريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون ومين عارف ما أبعد أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء أن كل شيء زي ما يقول كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله ربما حتى مثل هذه الأوباء أو هذه الدقات ربنا بيسمح بها لخير الإنسان الدنيا بتاخد الناس بعيد بتلهيهم عن أبديتهم وعن أخرتهم وعن حياتهم الروحية فيمكن بحنان الله لما بيسمح هو لا يجلب الشر لكن ممكن يسمح به اللي يلاقي فيه خير وفايدة لأولاده فبيخلي الإنسان يتيقظ وينتبه ويبدأ يرفع نظره إلى فوق ويقول له يا رب يا رب احنا كلنا بنصرخ ونقول له يا رب أرحم وأعطي فرحا وخلينا نرتل مع الملايكة ومع الرعاة ونقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة أعطينا هذه المصرة يا رب اللي تخليك أنت تصر بنا دينا المصرة واللي تخليك أنت تبقى مصرور بنا المصرة الروحية الجميلة لأن لك المجد الدائم إلى الأبد أمين موسيقى 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 يا اللي لون يا اللي لون يا اللي لون يا إيسوس بخريستو سبشيري يا إيهامة نوتي في طاوما إن بيث لايهم فيهربيوا إيبريبينا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر